زيه كده زي الأنسة ما بيعجبوش الحال المايل يعني ممكن تلاقيه لسانه بيحد في دبش أو بصراحة هو مش حتة لسانه بيحد في دبش إنما هو بيبحث عن المثالية أو عن الكمال أو بالمعنى يعني الأعام ناقد لازع شوية يعني ما بيعجبوش الحال المايل زي أبراج الجاتي كده هو البرج ده برضو هو متحكم في العطفة بتاعته يعني من الأبراج اللي حتى لما تحب مش ممكن تبقى مندلئة أوي على نفسها والموضوع بين بيعرف يتحكم ويعرف يتبارد ويعرف يبقى عنده لام وبلاء ويعرف يشلك كمان إنجاز التعبير الكلام عن رجل برج العزراء يلا بينا أهلا بيكم بنكمل سلسلة جالي الأبراج النهاردة موعدنا مع رجل برج العزراء الجديد بس يعرفنا بنفسه عشان نرحب به في البداية كده رجل برج العزراء هو من أحد الرجال الحرفية متعبة إذا قرناها بإخوتها من رجال الأبراج في الارتباط العاطفي ده بيرجع للبطء الشديد في تدرجه في مراحل العلاقة ويه اللي تعبيره هو من الأبراج أو من رجال الأبراج اللي مش كسرة التعبير عن مشاعرها بحبك وحشتيني أنت حياتي لا بتلاقي الحتة دي بطيئة شوية عنده ولذلك هو لو مرتبط بأنسة سريعة الرتم يأتي التوتر بينهم لذلك تلاقي علاقته مع النساء النارية تحديدا والنساء الهوائية مش زي علاقته بالنساء الترابية والنساء النارية إذا حطينا في اعتبارنا أن رتم حياة النساء الهوائية والنارية هو الأسرع طبعا بتأتي خلاف لأنه بيأتي أو بنحس أن فيه إحنا فروق كده في الصرعات ما بين الرجل ده وأي أنسة بيرتبط بيها من النساء دي هو يحب المادة أوي ويعشق الأنسة وهنا النصيحة لك المتميزة دراسية أو اجتماعيا حتى أو مهنيا يعني لو هي شغالة في الشغلة بتاعتها مميزة هو مش سريع الملل من الروتين أوي يعني ممكن يقعد بالساعات على المكتب يمسك ورق أو ألم ويكتب باله طويل في الحاجات اللي زي ده عشان كده نقول هو ينجح أوي في المناصب الإدارية برضو لو شايفيني الحلقة دي مهمة عايزين نوصلها الأكبر قدر من أصدقائنا يبقى دوسوا لايك شايفينها ماياش مهمة ومفاهاش إفادة يبقى ياريت تدوسوا دوسلايك بس تقولوا لي السبب عشان لو في مشكلة نيضر إن إحنا نعليكها مع بعض في كتير قوي بيطلبوا النوعية دي من الحلقات فنتمنى إن إحنا يعني أقصى حاجة نعملها وقال لحاجة إن إحنا ندوس لايك نوصل لهم لو في إفادة يبقى أنت لو عايزة تكسابي تحديداً ودي الإفادة قلب رجل برج العزراء هتعمل اللي إحنا بنقول لك عليه ده وخليك قريبة من أهله هو من الرجال المرتبطة بالأهل والأسرة واللي صعب نزعه أو فصله عنهم كل ما تكوني قريبة من أخته أبوه أمه أخوه بنت خالته وبنت عمه وابن خالته كل ما تكوني قريبة من زمرت العائلة بتاعته كل ما دخلت مزاجه قوي وتكيف قوي على الشخصية بتاعتك وما تكونيش يعني مجنونة أو سريعة زيادة عن اللزوم أو لا خدي الموضوع دايماً معه في أي حاجة تدريجياً هو بيحب الاتزان أكتر من الوحدة الخفيفة في بعض الرجال تحب الوحدة الشعنولة اللمضة المجنونة حتى مثلاً زي رجل برج الجوزاء مثلاً زي رجل برج الأسد إنما رجل برج العزراء العكس كل ما تكوني تقيلة في نفسك غامضة في نفسك كل ما تجنني قوي وتجزيبي قوي الرجل ده ودي معلومة زهبية لك وما تفتحيش هو من الرجال اللي هنصحك وقولك بلاش تبقى كتاب مفتوح قدامها أو في التعامل معها كده تخسرك ترسدقيني في تعاملك مع الرجل اللي ما هو السهل أبداً في العاطفة ده أحيان كتير ما بيعرفش عبر عن مشاعره وممكن تحس إنه مش بيحبك بس ما تظلموش هي دي طبيعته في أحيان كتير كمان بيحب يفصل ويبقى مع نفسه ولا يكلم حد ولا حد يكلمه فبرضه ما تظلموش ودي طبيعته هو من الرجال الكاتومة مش بيبوح بكل حاجة ومش سهل إن انت تطلعي من جوال اللي انت عايزة إن انت تسمعي فلازم تتعاملي مع الصفات دي كلها وإلا على طول ممكن تتوتر العلاقة بينكم أو تتفكك العلاقة وده طبعاً اللي احنا مش عايزين لازم تكوني عارفة شخصية الرجل ده والسكك أو الطرق اللي تقدر إن انت تحصريه منها بغير كده هو رجل متعب زي ما نقول في العلاقات العاطفية عمد هو بعيد عن الأطواء مش هتلاقي مهوس بالشهرة والأطواء أوي والحتة الاجتماعية عنده ممكن تلاقي ليه معارف كتير بس أصدقاء مقربين أوي ويقولوا البيت ويروح لهم والكلام ده مش هتلاقي يعني بنسبة كبيرة مقارنة إذا ما قارناه كمان ببقية رجال الأبرك فلازم تتعاملي مع حاجة زي كده كمان هو بيداء ودي مشكلتك معه ده وفرك شعرك لبسك كل ده محور تدقيق واهتمام وممكن يبقى محور نقط من رجل برج العزراء فتقبلي ده يعني زي ما احنا بنقول كده اقبالي زي ما هو بقى مدام انت عتتعاملي معه أو مدام زي ما احنا بنقول انت بتحبي أبي ده أه ممكن يقول الكلام يوجاعك وتجي تعدبيه هو شايف نفسه ان ما قالش حاجة تزعل ده من وجهة نظره العادي اللي انا تربط عليه واللي انا بتعامل بي وهي ده شخصيتي لذلك ما تحاولش ان انت تغير كتير من سوابط ومبادئ رجل برج العزراء لانك هتفشال لانه من الرجال بطبيعة انه هو برج ترابي فهو من الرجال اللي صعب جدا انه يتغير مبادئها وقناعتها وسوابطها او تحديدا صعب يقناعه عنيد يعتبر او يصنف من رجال الابراج العنيد ده واللي ساعات بتتربس في حاجة كده وحتى لو هي غلط خلاص مش هنغير هو ده يعني رجل برج العزراء عنده فلسفته هو ده لا هو كده ده مشكلة يبحث عن المثالية وشايف ان كل اللي حواليه فيهم نقص ودي اكبر مشكلة والمشكلة الازالية اللي تواجهك كحبيبة او تواجهك حتى كصديق بتتعامل مع هذا الرجل هو بيبحث عن المثالية بقى ودي مشكلة الازالية زي ما هي مشكلة الانسة انسة برج العزراء الازالية عايز كل حاجة بريفكت عايزك ما فيكش غلط تمام ولذلك من هنا بيأتي لسانه الناقض الموجع فهتتعابي مع رجل برج العزراء تعديدا عشان النقطة لذلك حاول ان انت تبعدي عن الحاجات اللي هو بيكرهها لانه هو من الرجال اللي صعبة عليها تكبر دمخه مش في بعض الرجال كده او الشخصيات تكبر دمخه تقولك يا عم عشان المركب تيمشي خلاص كبر دماغك ومش مهم وحد اللي بيحصل هو رجل برج العزراء ده ما فيهوش النقطة دي ما فيهوش الحتة دي ما بيعرفش يكبر دماغه ممكن يوقف عند الحاجة ويكبر الليلة دي مشاكل او دي حقائق لازم ما تكونش غايبة عليك عشان تقدر ان انت تنجحي بالعلاقة اللي ما هياش سهلة دي انا بدعوكم كمان اشتركوا في قناتنا الجديدة انا بدعوكم كمان تشتركوا في قناتنا الجديدة للكرة هيكون سايب رابطة في اول تعليق والتعليق المسبة توصف الفيديو ياريت كده تدعمونا في القناة الجديدة دي اللي بيحب الكرة او يعرف حد بيحب الكرة ياريت يقوله على القناة دي يعني طلب من عائلتي كده اذا رجل برج العزراء هتتعامل معاه بالسياسة دي احنا في حلقة النهاردة قدمنا مفاتيح كتير ومداخل كتير ما ينفعش ابدا على فكرة ان الرجل دي يكون في حياتك او بتتعامل معاه ما تكونش ملم بالحاجات اللي هي اساسية يعني اكتر من 80% من رجال يعني 90% كمان من رجال العزراء هتلاقي الكلام اللي احنا قلنا في حلقة النهاردة ده موجود في سوابت سوابت شخصيته مش هيضروا ان هم يغيروه نصيحة لأي حد بيحاول النور ينجح في التعامل مع هذا الرجل اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي انا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها وعندنا لسا حلقة مهمة كمان وعندنا لايف الساعة 9 بتوليد مصر على الانستجرام وبعده بساعة على الفيسبوك ياريت تشتركوا فيه الروابط دي نجاوب على اسئلتكم عشان انتوا بتبعتولي على الخاص وانا بعتزر ان انا بتأخر فيه الرد عليكم برضو في وصف الفيديو وهو التعليق واتو حشول